إلى العاصمة البريطانية لندن حيث أوفدت مملكة البحرين عددا من الآئمة للمشاركة في إقامة شعائر صلاة الترويح بالفعل مريم وهو أمر نالا استحسان العديد من المصلين والمسؤولين عن مسجد لندن المركزي مراسلنا في لندن والتفاصيل مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك يحرس الآلاف من الجاليات المسلمة في بريطانيا على أداء صلاة الترويح بالمسجد المركزي بقلب العاصمة لندن وسط أجواء إيمانية خالصة ومشاعر روحانية فياضة ومما يميز الأجواء الروحانية هذا العام وجود أئمة بحرينيين أوفدتهم المملكة للمشاركة في إقامة شعائر صلاة الترويح في لندن بفضل من الله رب العالمين تشرفت بتمثيل مملكة البحرين لأكون أحد قراء المملكة البحرين لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بإمامة المصلين في صلاة الترويح وبفضل من رب العالمين كانت تجربة جدا مميزة وبالأخص كانت في المملكة المتحدة بريطانيا في لندن تحديدا في المسجد المركزي وكانت ليالي مباركة وفضيلة شهدت إقبال كبير من المصلين وهي الحمد لله رب العالمين كانت للسنة الثانية على التوالي مملكة البحرين كانت ترسل في العام الماضي أيضا قراء إلى ألمانيا وفرنسا أيضا إلى أمستردام والحمد لله رب العالمين تكللت هذه التجربة بالنجاح وعودت الحكومة مرة أخرى بإرسال القراء للسنة الثانية على التوالي إلى أيضا بريطانيا وبحسب شهادات العديد من المصلين وأيضا المسؤولين عن مسجد لندن المركزي كانت مشاركة أئمة مملكة البحرين هذا العام بمثابة إضافة جيدة نظرا لعذوبة أصواتهم وحسن تلاواتهم للقرآن الكريم هذه السنة سنة مميزة استضفنا فيها شيخين كريمين من البحرين هما الشيخ القارئ صالح المحيسن والشيخ القارئ عمار العلوي وحقيقة أثلج صدورنا بحسن قراءتهما وتلاوتهما وكانت مشاركة مميزة ولأول مرة وللحمد مملكة البحرين والشكر لله تعالى قبل كل شيء ثم لمعالي الشيخ فواز الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة في بريطانيا وهو بالمناسبة هو رئيس مجلسه من المركز الثقافي الإسلامي وهذه مشاركة كريمة الآن حضور البحرين كذلك عبر القارئين وحضور كذلك معالي السفير أحيانا يكون معنا في المركز فيما مضى من الأيام والحمد لله هذا حضور مبارك جزا الله خير دوت البحرين على المبادرة الكرية منهم فالسنة هذه أكرمونا بأثنين من الأئمة حضوروا معنا سات الترويح وأيضا الناس كانت باعهم جميل جدا على الأئمة واستمتعوا كثيرا بقراءاتهم ويتمنون هذه التجربة تتكرر إن شاء الله السنين القادمين بإذن الله وما تنقطع غير أن الإجازات الدراسية أتاحت للعديد من العائلات استحاب الأطفال لوقت أطول للسمتاع بالشعائر الرمضانية التي ينتظرونها من العام للعام حضور كبير للجاليات المسلمة في بريطانيا لأداء صلاة الترويح في المسجد المركزي في لندن واستستحسان كبير لأصوات الأئمة الذين أفدتهم مملكة البحرين للصلاة في لندن محسن حسني تلفزيون مملكة البحرين لندن